تابعاتي كلمة لامبر حضرتك يعني حاجة لها علاقة بالأبدون معناه كده دكتور ان الدفيرة دي ليها علاقة بالباطن وهنعرف ان الدفيرة دي طلعه في منطقة الباطن فعشان كده سمتها لامبر بلكسس يعني دكتور هي دفيرة شعر؟ لا ده دفيرة اعصاب دي بلكسس اوف نيرفس شوية نيرفات مع بعض عاملين ضفيرة سمتها لامبر بلكسس لأنها طلعه في منطقة الأبدون انا كده دكتور فهمت عيوان اللي اسمه لامبر بريكسوس طب يا دكتور اول حاجة بقى عايزين نتكلم عليها في اللامبر بريكسوس دي هي اللامبر بريكسوس حضرتك انا كنت مأجل لساعدتك النيروس أبلاي بتاع كل عضلات اللور لمب لحد ما اشرح لحضرتك اللامبر بريكسوس وان شاء الله هنشرح مع بعض الساكرال بريكسوس بعدها يبقى النيروس أبلاي بتاع كل عضلات اللور لمب مع ساعدتك طيب تعالى بقى دكتور نشوف اللامبر بريكسوس تعبار عن ايه والله يا دكتور انا لما اتكلم علي ايه دفيرة عصبية لازم اعرف الدفيرة دي دكتور طلع من اين ايه اصل الدفيرة ايه المكان اللي الدفيرة جاي منه المكان اللي الدفيرة طلع منه تاني حاجة يا دكتور عايزو اعرف الدفيرة دي بتديني اعصاب ايه في الاخر يعني ايه هي البرانشات اللي في الاخره هتطلع من الدفيرة دي طيب اول حاجة يا دكتور هذا اتكلم علي الفورميشن بتاع البريكسوس البريكسوس يا دكتور بتتكون ازاي الراجل كتاب لي في الكتاب يعني جملة بطيفة جدا 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 قال لي ايه الراجل قال لي ان الدفيرة دي بتطلع يا دكتور من انتيريور رماي اف L1 L2 L3 and L4 ويسبني وجيب الراجل كتب الجملة دي في الكتاب وسبني وميشي من غير ما يعرفني مين هم L1 و2 و3 و4 ومن غير برضو ما يعرفني مين هو الانتيريور رماي يا دكتور ان مش فاهم ولا كلمة من المكتوبة دي أنا مش فاهم يعني إيه أنثيري الماي ومش فاهم يعني ايه اللي 1 و 2 و 3 و 4 تعال فاهمك واحدة واحدة مع بعض والله يا دكتور حضرتك عارف ان الامود الفقر عندنا الفرتبرا الكولامين بتكون من 33 فقر عظمية عندي 33 فرتبري فاكر رقم 7 12 554 رقم تلفون 7 12 5 5 4 لو حضرتك فاكر كان عندي 7 فقرات عنقية 7 سيرفايكل 12 سوراسك 5 لنبر 5 ساكرال 4 كوكسوجيل ده مين ده عمود الفقري ده عدد الفقرات اللي هو كان كان 33 فقرة طب يا دكتور الاسباينالكور ده عندي الحبل الشوكي اللي معندي جوه الفقرات كان بتقسم لعدد من السيجمنت كلمة سيجمنت يعني اجزاء او قطع الاسباينالكور ده يا دكتور كان بتقسم لكي بمجموعة من السيجمنت اقل من عدد الفقرات باثنين اقل من عدد الفقرات باثنين يعني انا دلوقت يا دكتور عندي كم سيجمنت عندي 31 سيجمنت 3-30 ايه سيجمنت جبع عندي كم فقرة 33 عندي كم سيجمنت 31 كانوا بتقسمون ازاي على اسم عدد الفقرات يعني عندي سيرفايكل وسوراسك ولامبر وساكرال وكوكسوجيل نفس الفقرات بالضبط كانوا متقسموا زيهم طب يا دكتور الواحد وثلاثين سيجمنت دول مين هم والله يا حبيب مشانا قلت لك كان عندي سيرفايكل وسوراسك ولامبر وساكرال وكوكسوجيل الواحد واثنين وثلاثة واربعة الرجل يقصد بها ايه الامبر سيجمنت رقم واحد والامبر سيجمنت رقم اثنين والامبر سيجمنت رقم ثلاثة والامبر سيجمنت رقم اربعة أنا عندي يا دكتور كام لامبر سيجمينت خمسة لامبر سيجمينت اللي واحد واثنين وثلاثة واربعة بيعملولي البليكسس اللي اسمها لامبر بليكسس فهمت حضرتك الراجل يقصد بإيه بإيه اللي واحد واثنين وثلاثة واربعة يقصد بها لامبر سيجمينت رقم واحد لامبر سيجمينت رقم اثنين لامبر سيجمينت رقم ثلاثة لامبر سيجمينت رقم اربعة خلي بالك سيجمينت مش فرتبري سيجمينت وليس فرتبري سيجمينت وليس فرتبري انا كده يا دكتور فهمت النص الثاني من الجملة اللي هو الال فاضل لي ايه انتير الرمايدي انا عايز يا ربا ايه انتير الرمايدي كلمة انتير رمايدي يعنيه تعرف ايه ايه انا هرسل مع حضرتك الجهاز العصر المركزي بتاع ساعاتك اللي كان بتكون من brain والbrain تحته brain stem والbrain stem بينزل عشان يكونني spinal cord ده central nervous system بتاع ساعاتك دكتور انا لسه اقيل لحضرتك ان ال spinal cord بتقسم ل 31 سيجمينت كان عندي cervical وسراثك ولمبر وسكرال وكوكسوجية واتفعت مع حضرتك ان انا عندي خمسة لمبر سيجمين خمسة لمبر سيجمين اهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الا ايه سابقا دكتور انا هاجل ساعاتك واخد كورو السيجمينت اقطع ال number سيجمينت كده انا هاجل على ال spinal cord يا دكتور واجه عند المنطقة بتاعك ال number سيجمينت واروح وقطع لحضرتك واخد اقطع لك ال spinal cord نصين طب يا دكتور بعد ما اقطع بص ال spinal cord اهو انا هاعمل ايه انا هقطع ال spinal cord ده نصين كده بص ال spinal cord اهو انا هقطع ال spinal cord بكده يعني نصين كده اهو بقى نص فوق اهو نص تحت بص هعمل ايه هروح بصص على النص اللي تحت ده كده من فوق هبص على النص اللي تحت من فوق من كده يعني انا دكتور هقطع ال spinal cord ده كده واروح قلبهولك كده ليه عشان ساعتك تشوف من هنا انا هقطع ال spinal cord نصين كده وهروح بصص على النص ده من فوق من هنا او اعملهولك كده ليه عشان انت تشوف الجزء اللي انا هشوفه من فوق ده تعالك عندنا شف يا دكتور انا هنشوف ايه اول حاجة واللهถالزبينيلكورده قدامي كده عايز يحدد الديريكشنز بتاعتي يبقى كده انتيور هيبقى فين البستيريور البستيريور هيبقى فوق والانتيور هيبقى تحت انت كده بتي تاني تعالوا قطع ونند terminar ا ver اقدعت بص يا دكتور ر dele كده وقالت تقول لك كده هشوف المنظر ده قال يا دكتور المنظر اللي انا هشوفه هو ده المنظر اللي انا هشوفه لو قطعت الحضرتك لسباين الكورد ولفتولك كده مين دول يا جماعة انا شفت حرف اتش لما قطعت يا دكتور لسباين الكورد لقيت عملي حرف اتش حرف الاتش يا جماعة ليه اربع قرون قرنين فوقهم وقرنين تحتهم قرنين فوقهم وقرنين تحتهم القرنين دول يستحقوا لقب بستيريور هورنز كلمة هورن يعني هورن والقرنين اللي تحت دول يستحقوا لقب انتيريور هورن ليه يا دكتور بستيريور انتيريور ده ما فهمتها الحضرتك انا بصص على لسباين الكورد كده قدي انتيريور وقدي بستيريور قطعت وقلتلك لسباين الكورد كده البستيريو بقى فوق اهو والانتيريو بقى تحت اهو البستيريو بقى فوق والانتيريو بقى تحت طيب بعد كده دكتور ايه اللي بحصل بص البستيريو هورن يا دكتور بيطلع عصب اهو والانتيريو هورن يا دكتور بيطلع هو كمان عصب اهو ايه اللي يحصل النرف بتاع البستيريو هورن والنرف بتاع الانتيريو هورن اللي اتنين يتعنوا مع بعضه في منطقة عشان يكويولي ترانك اهو يبقى الترانك ده يا دكتور شايل ايه شايل ميكسد نيرف يعني مخلط موتور على سنسوري ما هو البستيل الهورن موتور وانا انتيل الهورن سنسوري يبقى اللي دخل جوا الترانك واحد سنسوري واحد موتور يبقى شايل ميكسد نيرف مش موضوعنا قال ايه اللي يهمني بقى دكتور اللقطة الجاية يلي يهمني ليبقى لان يا دكتور الترانك ده هيت اسم لفرعين اهم فرعي راح نحية انتيريور سميته انتيريور رماي وفرعي طلع نحية بستيريور سميته بستيريور رماي فهمت حضرتك كلمة انتيريور رماي اللي الهالي في التعريف جاية منين شفت اصل الكلمة جاية منين جاية من هنا يا دكتور انا خدت كونسكشن لقيت المنظر ده البستيريورن طلع نيرف والانتيريورن طلع نيرف الترانك اتقسم لبرانشين برانش راح نحية انتيريور فسميته انتيريور رماي وبرانش راح نحية بستيريور سميته بستيريور رماي اللامبر بليكسس جاية من الانتيريور رماي بتاع اللامبر سيجمي انت رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة فهمت حضرتك كلمة انتيريور رماي اللي قال هالي في التعريف اصلها جي منين انا كده فهمت تعالى بقى نمسح ونبدأ نكون البليكسس نبدأ نكون مع بعض الضفيرة اللي اسمها لامبر بليكسس انا همسح كل اللي ورا ده وهخلي بس الانتيريور الريماي بتاع اللي واحد واثنين وثلاثة واربعة ليه لان البليكسس يدبتو بتبدأ من عند الانتيريور رماي يبقى كل اللي ورا ده بيلزموش امنا نعمله ليه عشان حضرتك تفهم اللي انت بتقرأه عشان حضرتك تبقى فاهم يعني انتيريور رماي تعالى نمسح كده ونرسم مع بعض الانتيريو الرماي بتاع الواحد واثنين وثلاثة واربعة اللي بيبدأ من عنده تكوين او يبدأ من عنده خروج البليكسس بتاعيشنا اللي اسمها لامبر بليكسس اهو انا هرسم لحضرتك اللامبر بليكسس اهو قادي يا دكتور الانتيريو الرماي بتاع مين الواحد اهو وقادي الاتنين يا دكتور وقادي الاتلاثة وقادي الاربعة قادي الواحد الاتنين الاتلاثة الاربعة بدأ بقا واحدة كده ونركِّز معي بقى كده وصفتلي مخدبع بقة اهو بدأ حصل والله يا دكتور الواحد لقد اثبate تطلع allure she defjide يعني ايه يعني ديفيشن تخين كبير كده طيب بعد كده دكتور ايه اللي حصل الديفيشن التخين الكبير ده عمل ايه الديفيشن التخين الكبير ده دكتور راح مغسوم لبرانشيين اهم البرانشي له اسمه اليو هايبو جاستريك نيرف والبرانشي اللي تحت اسمه اليو انجوينال نيرف اليو هايبو جاستريك و اليو انجوينال نيرف جايين منين جايين من اللي واحد طيب بعد كده دكتور اللي حصل بصت لقيت اللي اتنين اهي و اللي ثلاثة اهي و اللي اربعة يا دكتور اهي عملوا ايه الفنترال رماية دكتور او الانتيريور رماية بتاع اللي اتنين و تلاثة و اربعة كل واحد فيهم اتقسم لاتنين الفنترال ديفيشن و دورزال ديفيشن يعني ايه دكتور فنترال و يعني ايه دورزال تعالى نفهم تعالى نفهم يعني ايه فنترال و يعني ايه دورزال كان هنا انتيريور وهنا بوستيريور انا قطعت ورح تقريبه لك كده فالبوستيريور بقى فوق والانتيريور بقى تحت طيب تعالي نرجع للوضع الاولان اهو دكتور مش تالس باين الكورد مش العمود الفقر مش سوري مش الحبل الشوكي في نص جسمي يا دكتور الانتيريور بتاعه مش يبقى نحية البطن والبوستيريور بتاعه مش يبقى نحية الظهر اه الانتيريور هناпов بصص نحية الدهر والبوستيريور بصص نحية الدهر اي حاجة بصة نحية البطن ممكن اقول عليها ventral واي حاجة بصة نحية الدهر ممكن اقل عليها dhovsen يعني ممكن يسميه فنترل او انتيريور لانه وده وممكن يسميه دورزل او بوستيريور لانه وره فهمت كلمة فنترل ودورزل يعني ايه اهم تعال بقى نشوف اللي بحصل عندنا والله هتوكتو بس اتلاقيت ان الانتيريور ريموي بتاع الواحد واثنين وثلاثة واربعة ايه سوري بتاع الانتيريور ريموي بتاع التالتة دول بس بتقسم ليه لفنترل ديفيشن يعني طالع لحية البطن ودورزل ديفيشن يعني راجع لحية الضهر اهم ما فين بقى اهم ادي يا دكتور البستيريور او الدورزل ديفيشن اهو هرسمونا بل محمر اهو مين ده يا دكتور ده البستيريور ايه اللي حصل والله يا دكتور لقيت ان البستيريور او الدورزل ديفيشن بتاع ال اتنين وثلاثة واربعة عمل ايه كون مع بعض التلاتة كونوا مع بعض برانش اهو التلاتة يا دكتور كونوا مع بعض برانش البرانش ده دكتور طالع منين؟ طالع من الدورزل ديفيشن بتاع الانديريور الرماي بتاع ال اتنين وثلاثة واربعة صح؟ سميتها دكتور البرانش ده فيمورال نيرف يبقى يا دكتور الفينورال نيرف طالع منين؟ طالع من البستيريور او الدورزل ديفيشن بتاع الانديريور الرماي بتاع الامبر سجمنت ال اتنين وثلاثة واربعة طالع دكتور مش حضرتك قلتلي ان الانديريور الرماي بتاع ال اتنين وثلاثة واربعة اتقسم لبستيريور او دورزل وهيتقسم لفينترل هو فين الفينترل؟ هرسمولك من لازلت اهو قادي الفينترل ديفيشن اهو قادي الاماعة الفينترل مين ديفيشن اهو اللي حصل يا دكتور اللي حصل ان اللي اتنين وثلاثة واربعة الانديريور الرماين بتاعهم اتقسم لاثنين لكن ليه دورزل ديفيشن وفينترل ديفيشن الدورزل ديفيشن بتاع ال 3e اهو البوس الدورزل ديفيشن بتاع 3e عمل في مرى النيرف ung اهو المين الفنترال ديفيجن تعالي بان صبحت الرسمة كده عشان حضرتك بتبقى ايه شايفها مزبوطة و 10 على 10 اهو يا دكتور الفنترال ديفيجن بتاع التلاتة اللي 2 و 3 و 4 عمل لي يا دكتور عمل لي وبتيوريتور ليرف والدورزال ديفيجن يا دكتور بتاع التلاتة عمل لي ايه عمل لي في مورال ليرف اهو اهو يا دكتور ده الفنترال ديفيجن بتاع المين الانتيرال ديفيجن بتاع اللي 2 و 3 و 4 عمل لي ايه عمل لي ايه عمل ليرف والدورزال يا دكتور او البستيريور ديفيجن بتاع الانتيرال ديفيجن او الدورزال ديفيجن عمل لي في مورال نيرف بالمنزر اللي سيادتك شايفوا ده اهو طيب يبقى يا دكتور لحد الوقت الضفيرة اللي اسمها لنبر بليكسس طلعت كم نيرف طلعت اربعة اليو غيبوجستر كنيرف وأيليو اندوائينا نيرف اللي 2 طالعين من مين من الي واحد بعد كده هكتور الانتيرال ريماي بتاع اللي 2 و 3 و 4 اتقسم لدورزال ديفيجن وفنترال ديفيجن الدورزال ديفيجن بتاع اللي 2 و 3 و 4 عمل في مورال نيرف والفنترال ديفيجن بتاع اللي 2 و 3 و 4 عمل اوتيوليتوم نيرف بعد كده بتقول ايه حصل بعد كده بتاع الانتير رموي بتاع ال اتنين و تلاتة عمل لنيرف فين الدورس الديفيشن اهو بص في نيرف اهو نيرف اهو نيرف اهو دكتور النيرف ده دكتور تدع مني ينبص مش ده حليلي بتاع الانتير رموي بتاع ال اتنين و تلاتة اللي حصل الدورس الديفيشن ده يا دكتور طلع نيرف النيرف ده سميته لاترال كوتينيوس نيرف اوف صاي النيرف اللي رايح يغزي او يشيل السنسيشن بتاع اللاترال اسبكت اوف صاي ده انا سميته جاي منين؟ جاي يا دكتور من الدورس الديفيشن و في الانتير رموي و في ال اتنين قد ال ال تلاتة طيب بعد كده دكتور ايه اللي حصل بص بعد كده دكتور ال اتنين و ال واحد كل واحد فيهم راح نطلع برانش اهو ال اتنين طلع برانش او طلع روت يعني جزر و ال واحد او كمان طلع جزر عشان ال اتنين يتحدوا مع بعض و يعملولي برانش اسمه جينيتو ثمورال نيرف ثاني يا دكتور انا كده خلصت البليكسس البليكسس كده خلصت تعالى بها دكتور نقول البليكسس من اول من جديد الا حصل والله يا دكتور ال انتيرو رموى بتاع ال واحد و اتنين و اترة و اربعة هو اللي بعمل البليكسس تعالى دكتور كده واحدة واحدة ال انتيرو رموى بتاع ال واحد طلع الارجي ديفيجن يعني واحد تخينه ها هو الواحد الكبير ده ال داني نيرفين واحد اسمه والتاني اسمه بعد كده دكتور الانتيريو ريماي بتاع ال2 و3 و4 اتقسم لدورسل ديفيجن وفنترال ديفيجن الدورسل ديفيجن بتاع الثلاثة اهو اتحلوا مع بعض عشان يعملوا لي ثمرال نيرف والفنترال ديفيجن بتاع الثلاثة اهو اتحلوا مع بعض عشان يكونوني اوبتيوريتور نيرف طب يا دكتور بصيت لقيت ان الدورسل ديفيجن بتاع الانتيريو الريماي بتاع L2 وL3 L2 و3 بحسا اهو خد من L2 اهو وخد من L3 اهو مجاش ناحية L4 خد من L2 اهو وL3 اهو من الدورسل ديفيجن بتاعهم عشان يعملني لترال كوتينيا سننفو افصالي بعد كده دكتور لقيت ان L1 راح مطلع ديفيجن بس صغير شوية اهو سمول ديفيجن ديفيجن صغير اتحد مع سمول ديفيجن من L2 عشان الاتنين اتحدوا مع بعض ويكونوني جينيتوفيمرالنيرف جينيتوفيمرالنيرف طيب في حاجة تانية يا دكتور في حتة صغيرة ايه هي بص لقيتها دكتور ان مش حضرتك انا عندي كم لمبر سيجنين انا عندي خمسة اللي واحد لبنين تلاتة اربعة مين اللي بيع من المبر بنيكسس اول اربعة يعني الخامس مش معانا الخامس ما بيشاركش في تكوين اللمبر بنيكسس بص يا دكتور قليل خمسة اهو إيه اللي خمسة؟ إيه اللي حصروه؟ والله يا دكتور لقيت ان اللي خمسة كله بص اللي خمسة كله هو يا دكتور بيجيوا فرع من إيه اللي اربعة؟ من إيه اللي اربعة اهو؟ اللي خمسة كله جالوا فرع من قلة اربعة ليه عشان يبتحجوا كلهم مع بعض لكده ويعملوا لي ترانك اسمه ايه اسمه لامبو سكرال ترانك دكتور اللي خمسة ليها علاقة باللمبر بريكساس ما لهاش اي علاقة اما ليه اللي حصل ده الل اربعة راح باعد روت راح باعد جدر منه يمسك مع ايه لخمسة عشان يكون ليه اسمه لامباصا قليل ترانك هحتاجوا فين؟ هحتاجوا في الصقرة بالليكساس يبا ايه الل خمسة تابعا لامبار بالليكساس اكسب بله ابدا بالا ايه味ان اما لقيه علاقتوا للمبcono primrose عشان لقيت اني نا الا pest اجل겠�кольку بيبعت dancing high لهو يتحد مع L5 كله عشان يكون لي لمبو ساكرال تلانك تبع الساكرال بليكسس يبقى L5 مالوش اي علاقة باللمبر بليكسس يبقى يا دكتور اللامبر بليكسس كده بتتكون بمين بص تعالى بان اكتفع على بعضها بتتكون بي الانتيريور رمالي الوحيد وإنتين وإنتين ثلاثة، وأبرenoظ الوصف 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 الديوهر الكلام ده مظبوط يا دكتور تعالى كده نترجم معنا الجملة النآبر بليكسس بتتكون بالانتيريور رمالي الانتيريور رمالي كله كلقوّ بتاع mين؟ متاع L1 وإنتين 5 تلاتة. اللي واحد. اللي اتنين. اللي تلاتة. و النص اللي فوق بتاع الاربعة. اهو. بص نص اللي فوق بتاع الاربعة. ليه يا دكتور? لان الاربع يا ابني راح باعت نص والتحتاني لالي خمسة عشان يكون اللمبو ساكرى. يبقى فهمت ليه قولت الاربع محتجش اقول كله. لان الاربع ما شاركش كله. ده النص الفؤاني بتاعه بس هو اللي شارك النص التحتاني راح باعي تفرع لل خمسة عشان يكون لي لمبوساكرالترانك اللي هشارك في الساكرالبليكسس. ده كده يا دكتور اللامبربليكسس ازاي تكوني. طب يا دكتور الاعصاب دي اللي هما الاعصاب دي يا دكتور. ملعاش حاجة كده 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 للمعه. بص. اي. تويس. جود. لانش. ان. ثريدي. شفت الاسكيمة دي? انا مرتين باكل يوم الجمعة. انا باكل مرتين يوم الجمعة. اي. تويس. يعني اي مرتين. مين هما الاي المرتين? ايليو هايبوكاستيك و ايليو انجوينل. جود الجي جينتو في مورال نيرف. لانش. الال. لاترالكوتينيس نيرف افساي. الو. اللي جاي من الفنترال ديفيجن. فريدي الاف. في مورال نيرف. اللي جاي من الدورزال ديفيجن. اه دي اسكيمة عشان تلخص بيها النيرفات اللي طالع من مين? اللي طالع من اللامبر بليكسوس. طب يا دكتور واحدة واحدة كده. انا عايز اعرف كل نيرف من دول بيغزي ايه? بص. حضرتك. انا هشرح لساعدتك النيرفات دي. هشرح لحضرتك الفيمورال نيرف كامل. ولقو بطيورة النيرف كامل. لان دول اكبر اتنين نيرفات طالعين من البليكسوس دي. اكبر نيرف. اكبر نيرف. طالع من البليكسوس اسمه في مورال نيرف. ده نيرف. يعني النيرف الرئيسي. اكبر واحد. طالع من 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 ضيور cells سيتشرح. حضرتك. وأن دول اي سرح كل واحد. هتاخد عنه نبزة مختصرة. ايه بقى نمزة مختصرة بلها دكتورن؟ والله يا حضرتك الرجل بيقول لي ان الإليو هايبوجاستريك نيرف والإليو انجوائنال نيرف. اللي اتنين دولى دوكتور. طالعين من مين طالعين يا حبيببي من الانتير decentral amazing part 1 صح؟ طالعين من الانتير 시간 من كمراء الل 1 صح؟ طالعين من الانتير염 بتاع L 1 ما ما زل يقوي مين ح الايليوهايبوكاستريك نيرف. لو حضرتك رسمت لساعاتك الرسمة دين. فاكل مين دي؟ اه يا دكتور. ده ده البيوبيك كيوبركين. صح؟ ودي منطقة السينفيسيس بيوبيس. ده منطقة البيوبيس هاي صح؟ الايليوهايبوكاستريك بيغزي الانتيريو الأبدومينالول عند المنطقة اللي فوق مين؟ أباف البيوبيس. الحتة دين؟ ده الايليوهايبوكاستريك. صح؟ ما رأيه يغزي الانتيريو الأبانيلول أباف فوق البيوبيكيت ايكدة بالزبط. هاي ده l-buyips هاي. في منطقة البيوبيس. فوا البيوبيس بالزبط. ام ما رأيه يا دكتور. الايليو هاينقواناناة. الايليو هاين دي 일 قوينا ، دي خ般 مين بيغزي الفاكر الايليو هاينقوانانا. قد اغزي السكن وفي الاكسترنا الجينياليا و الابر بار تفتاع الميدال ساية والأبربرت التاع الصوي ده الإليونجويلة اللي بيغازمين الاكسترنا الجينيتاليا ايه هي الاكسترنا الجينيتاليا تعال والله يضبطو لو جيد في الميل يعني في الزكر عنده آدي البينوس نازل باثنين تستس واللي اتنين تستس واللي اتنين تستس بسدولة دكتور محواطن السكروتن اللي هو كيس الصخم هي ده اللي كسترنا الجينيتاليا اللي بيغازيها من الاليونجويلة اللي سكن بتاعها طيب في الست الست عندها الفاجينا بتاعتها عليها اتنين ليبيا يعني شفتين فوق تخان سمتهم ليبيا ميجورة ليبيا ميجورة ايه يا دكتور ليبيا ميجورة ده الشفتين التخان اسمهم ليبيا ميجورة بيغازيهم الاليو انجويلة جاي ياخد السنسيشون بتاعها طيب الجينيتو فيمرال نرضى يا دكتور اسمه جينيتو فيمرال بتا!... برانش يسمه جينيتال برانش وبرانش اسمه…. فاكر الفيمرال برانش ده قاب يروح فين? اه ! ده يا دكتور، الفيمرال برانش كان بينشي فوق الفيمرال ارتري creative جوة التراينجل جوة الفيمرال تراينجل جوة الشيس فاكر لما كنا بنرسم الرسمة في الفيمرال تراينجل كنت بحطلك الارتري اللي هو الفيمورالارتري كده ولو أحنزلك من فوقه الفيمورالبرانج بتاع الجينيتل الفيمورالنسه ليه؟ عشان يغزي الاسكن اللي موجود على الروف بتاع الفيمورالترايانجل الفيمورالبرانج بيهغزي الاسكن بتاع الروف بتاع الترايانجل والمال دول الجينيتا البرانج ته ده يغزي ايه؟ ته بينهي العدر اللي اسماها كريميترick muscles اللي موجودتي الخرماتي الت spill يعني اديك نابضة اختصر عنها بص انت عندك قليل تستس هي دي بتستس يعني الخاصتين عند الميل عند الراجل ايه اللي بخدد في عندي كرد اسمه سبرماتيك كرد اهو ده اسمه سبرماتيك كرد نسبة الى الاس بيرم الاس بيرم اللي هو الحيوان المنوى عند الراجل فسميت الحبل ده على اسمه سبرماتيك كرد الحبل ده دكتور مبطن بعضلة العضلة دي بستعمله إسمها كلميستر مصل العضلة اسمها كلمينيستر زيال يغزيها الجانتال برانش بتاع الجانتال برانش يغزي الكلميستر مصل اللي موجودة في اللميل طبعا بالأج Şey الشيء الالأسبر فضلي بقى دكتور الفيمورال نيرف والاكتيروتر النيرف اللي اتنين دول هيتشيرحوا بالمين اللي هيتشيرحوا بالتفصيل تعالى بقى نمسح ونبدأ نشرح الفيمورال نيرف اهو انا هتكلم دوقتي يا جماعة على مين على الفيمورال نيرف طيب تعالى بقى يا شباب ده الفيمورال نيرف انا خلصنا النامبر بريكسوس وهناخد اكبر برانشات فيها اللي هم الفيمورال نيرف والاكتيروتر نيرف طيب الفيمورال نيرف يا دكتور حضرتك قلت لي في البريكسوس انه كان طالع من الدورزة الديفيجن او البستيريو الديفيجن بتاع الانتيريوريماي اوف ال 2 و 3 و 4 بص حضرتك معيها الرسمة لي كده والله يا دكتور الرسمة لي فيها ايه الرسمة لي يا حبيبي فيها اخر ضلع عند اهو اللي هو الـ 12رب اللي هو الضلع رقم 12 يبقى إذا اخر ضلع طلع من اخر سراسك فرتبري رقم 12 اللي هي السراسك فرتبري رقم 12 طلع منها اخر ضلع عندي اللي هو ده اللي هو اخررب الـ lostرب، اللي هو رقم 12 طب اللي دكتور بعد السراسك فرتبري كم بيبدأ؟ اللي هم اللي واحد اللي اثنين اللي تلاتة اللي اربعة و اللي خمسة زي ما حضرتك شايف كده طب يا دكتور دلوقتي ال L دي كان بطلع منهم عضلة اسمها سوس ميجور مصر عضلة اسمها سوس ميجور مصر لو انت فاكر ان السوس ميجور كان بتطلع من الترانسفيرزي بروسس بتاع الفقرات اللامبر فرتبري من L1 لعد L5 اهي خلت من الترانسفيرزي بروسس بتاع L1 2 3 4 5 العضلة اللي اسمها سوس ميجور مصر كان بتنزل عشان تتحد مع العضلة اللي اسمها الياكاس واللي جنيني يعملوني رايح يمسك في الليسر بتاع الفيمر اللي انا سميته اليوسوس تندون اليوسوس تندون طيب انا عايز حضرتك بس ترسملي الفيمرال نيرف طالع منين والله يا دكتور حضرتك قلتلي انه كان طالع من اللامبر سيجمين اللي هو الرقم كام اللي 2 و 3 و 4 قال يا دكتور اللي 2 اهو وقل اللي 3 اهو وقل اللي 4 اهو التلاتة دول كده يا دكتور هيكونوني مين هيكونوني النيرف اللي 2 اللي 3 اللي 4 عملولي مين النيرف بصفرتك النيرف هيمشي زي اهو والله يا دكتور الفيمرال نيرف طلع لاترال للسوس ميجور مشي على لاترال بتاع السوس ميجور مع حضرتك لو عايز احط الاتجاب بتاعدنا فكده لاترال وكده ميديل مزبوط قال يا دكتور النيرف اللي اخضر ده طلع مشي على لاترال سايد بتاعت السوس ميجور بعد كده نزل في منطقة المين الاليا في منطقة الالياك فصة مشي جوه الالياك فصة فين في جروف يعني ايه السوس ميجور يا دكتور اهي والالياكس اهي الاتنين يا دكتور لما ييجي بيقابلوا بعض بتكون ما بينهم كده زي ايه زي منطقة منطقة فاضية كده مكان السوس ميجور والالياكس لما الاتنين ييجيوا يقابلوا بعض كده دكتور بتكون ما بينهم زي دي بريشان او جروف او حتة فاضية كده الحتة الفاضية دي بمشي فيها الفيمرال نيرف اهو الفيمرال نيرف يا دكتور مشي على اللاترالسايل او اللاترالبارد بتاع السوص ميشو مصر في الجروف بعد كده لانه ماشي 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 اهو عشان يخش المين عشان يخش البلبيس تحت الانجوينال مين لجن اهو دخل تحت مين تحت الانجوينال لجن حضرتك في انت الرسمة دي ده اللي انا عايزه من الرسمة دي انا حضرتك هحط لحضرتك كم رسمة بس عشان لما ننقل بقى الرسمة الكبيرة اللي هذاكر منها يا دكتور الفيمرال نيرف بس الواحده كده هحطه قدام حضرتك رسمة هي مخلصها الفيمرال نيرف كل من اول ما بدأ لحد ما خلص هي رسمة واحدة بس هرسمها لك بس عشان حضرتك يعني انت حط الرسمة دي قدامك وتذاكر منها الفيمرال نيرف لازم تبقى فاهم دهليز الفيمرال نيرف لازم تكون فاهم الفيمرال نيرف اصلا الرسومات الكبيرة عاملة ازاي حضرتك انا فهمت في الرسمة دي ايه فهمت مكان خروج الفيمرال نيرف وبعد ما خرج مشي ازاي مشي على اللطرالصيف بتاع السواص ميجور اهي عشان يخش الاليك فصة في الجروف اللي ما بين السواص ميجور ما بين الالياقص وبعد كده دخل منطقة البلدس او دخل منطقة الفيمرال ترانجل وهو ديب للانجوائنا الليه ده اللينا فهمته لحد الوقت طب حضرتك ان المعامل الرسمة ديه على الرسمة ديه الرسمة ديهchain ايه الرسمة دي دكتور فيها الفمولال ترانجل أدي الانتيريور سوبيليور اليكسبيل تعلي حط معناتنا هذا الانتيريور سوبيليور اليكسبيل وآدي يا دكتور البيوبك تيوبركل الرسمة دي يا دكتور الفمولال ترانجل كان يا دكتور الشيس ده كان فيه ثمورال أرتري أندي فيل أهو ومين ده؟ ده الغلاف اللي كان محواطهم اللي شرحناه اللي كان اسمه ثمورال شيس لو حضرتك عايزة خط الاتجاهات بتاعتي قالي يا دكتور الاتجاهات بتاعتها ايه؟ قالي كده لاترال وكده ميديال قالي العضور اللي اسمها سارتورياس مصر أهي؟ قد السارتورياس وقالي الدكتور لونغس الدكتور لونغس صح؟ قد لاترال وقد ميديال دكتور الرسمة ايه حضرتك؟ عشان اوري حضرتك الفيمورال نيرف الفيمورال نيرف يا دكتور أهو؟ ده فيمورال نيرف الفيمورال نيرف يا دكتور دخل الفيمورال ترانجل وهو لاترال الشيس أهو؟ الشيس أهو؟ وقال الفيمورال نيرف أهو؟ الفيمورال نيرف كان داخل أو تصيد الشيس برا الشيس ما كنت يمخش كوبا الشيس الفيمورال نيرف يا دكتور دخل الفيمورال ترانجل وهو لاترال الشيس اللي محوط الفيمورال أرتري والفيمورال مين؟ ده مين يا دكتور ده الفمورالنيرث حضرتك لو فهمت معايا الرسمة دي وفهمت معايا الرسمة دي كويس تعالى بقى ننقل على الرسمة اللي هزاكر منها يا دكتور الفمورالنيرث الفمورالنيرث هتحط الرسمة دي قدام حضرتك ومش هتحتاج تبص فى الكتاب ولا تشوف مني ولا كلمة، ليه بقى؟ حضرتك الفمورالنيرث إنت قلتني انه بطلع من الدور زالة division بتاع المنتين الرماى النظ Mer اي اي دكتور طلع منهم الفيرات نرف طيب L 2 L 4 متع الانتجير وeffادة اي حاصل يونه ماشي لادمر للعضلة اللي اسمها بس انا اطعطها. انا جيت هنا واحتقاطع السواس ميجور ايه. السواس ميجور يفوت بغطية هنا كده. انا اطعطها من هنا. ليه? عشان ابيل لك النيرف. النيرف يبتو ماشي لطرا للسواس ميجور ايه. في الجروف. فكل الجروف اللي كان مبيننا بين الياقص ومن السواس ميجور. قد الياقص ايه. ده كده الجروف. انا وسعت لك المنطقة شوي. انا وسعت لك السوري شوي كده. خدت الياقص في جنب ايه واطعطها. وخدت السواس ميجور في جنب وأقطعها. لاياتوا ماشي ف الجروف ما بين الصواس ميجور وما بين الايليقص دخل الدول لءه اللي عدي فوق حوق. عشان يخش محنطقة مين الفيمرال ترغانجل. بص الفيمرال ترغانجل서 دا كده الفيمرال ترغانجل هاو. دا كده. الكده. النيرف داخل جوة الفيمرال ترغانجل ours lentroll desafty Mike معنى كده ان هو داخل الترغانجل zwautre between fein. ما هو دخل لاترال للفيمورال أرتري. تعالوا كده يخط الانتجام باعتنا اهيه. آي لاترال وآي ميديا يا دكتور. يبقى كده الارتري دخل ايه دخل لترال للفيمورال أرتري. طب يا دكتور. بعد يا دكتور منرف دخل لاترال للفيمورال أرتري اتقسم جزءي ليه? جزءه هوا يا دكتور ắه هول ؟ أيهال من دكتور انتئسمم قيناء وغسكية طيب مني أجل اعتنم اجل بالنسبه المين يعني اعتنم انتئسم انتئلي بلنسبه المين موفقك انهم اعتسم انتئي يوجه اعتنم انتئسم انتئليا significa بالنسبة لعناته مع اللاترا ال palocerts artificia artery الفمرا الارتري كان يطلع اسمه ابدا هو فرا اسمه البروفاندا في مرس ده دكتور راح مطلع لاترال سيركنفليكس إليك أرطري هيلف ويرجع ورا على منطقة الإليك أهو عشان كده سميته لاترال سيركنفليكس إيه اللي حصل؟ بصوا يا دكتور النيرف بتاعنا اللي اسمه في مرال نيرف جاء يا دكتور هنا كده جزء منه عدى ورا الأرطري وجزء منه هرسمولك باللسوة عدى قدام الأرطري أهو أدي دكتور النيرف النيرف يا دكتور جاء أهو بص جزء عدى ورا الأرطري أهو وجزء عدى قدام الأرطري أهو جزء اللي اسمه عدى قدام الأرطري اللي اسمه لاترال سيركنفليكس إليك أرطري وجزء الأخضر اللي هو الوستيرو الديفجن راح معدى ورا الأرطري فإذا يا جماعة يستحق لقب أنتيريو ديفجن وده يستحق لقب بوستيرو ديفجن وما قدرش أقول ولا كلمة وما يا دكتور من ده ده فيمورال أرطري فيمورال أرطري وما من ده بروفاندا فيموريس أرطري طلع من ده لاترال سيركنفليكس إليك أرطري وما من ده ده فيمورال نيرف أنا عملت إيه؟ أنا خدت الجزء ده كبرت ولك أهو خدت الجزء ده كبرت ولك أهو عشان تعرف الفمورال نيرف عمل إيه؟ اتأزم يا دكتور انتيرو ديفجن اللي بنلسه ده هو وبوستيرو ديفجن عدى من ورا الأرطري تسميته بوستيرو مين ديفجن وانتيرو ديفجن إيه يا دكتور اللي حصلوا؟ والله يا دكتور الانتيرو ديفجن والبوستيرو ديفجن الانتيرو ديفجن ده يا دكتور قدى مسكولر برانش وقطينيس برانش يعني ادى عضلات وغزة سكن والبوستيروديفشان يا دكتور هو كمان ادى عضلات وغزة سكن تعال نشوف كل واحد فيه ما يغز ايه حضرتك الفيمورال نيرف بيطلق عليه الشيف برانش او الشيف نيرف او في الانتيريور كومبارتمنت او في الصاي ده العصب الرئيسي بتاع الانتيريور كومبارتمنت او في الصاي كله ليه بقى يا دكتور لانه بيغزي الانتيريور كومبارتمنت بتاع الصاي سواء عضلات او جلد سواء عضلات او جلد كلهم بياخدوا منين؟ بياخدوا من الفيوراد نيرف فسمينا الفيوراد نيرف هو الشيف نيرف هو النيرف الرئيسي بتاع الانتيلور كومبارتمنت وفصاي كله سواء سكن او مصرز اهو تعالى نتفرد الانتيلور ديفيشن يا دكتور الانتيلور ديفيشن يا دكتور غز عضل اسمها سارتوريس فاكر السارتوريس كانت اول عضلة من عضلات الانتيلور خدناها بعد كده يا دكتور ادى واحد مسكولر وادا اثنين كوتينياس الانتيلور ديفيشن يا دكتور ادى واحد مسكولر اهو وادلا وهي d2 كوتينياس من الي اتنين كوتينياس اللي ادون هون?一 had �تان. مية pen. كوتينياس نيرف فصاي نيرف ماشى على الويديال صىحل اوو بص ماشى على الويديال صوي Sole ماليده ف dynamicة هنا او توضع طريقة صارтовحسب اوه هون استوه التغنجة وهو اش Ditكتور ماشى على الويديال صىحل بتاع الصية وهو عشان يغيز فيها ونيرف اسمه انترميديات كوتينيس نيرف ÖFSI يعني يا دكتور نيرف ماشي على الصاي، بس من النص ماشي على الصاي، بس من النص ليه عشان يغزي الى اسكن بتاع الصاي من النص اي عشان جاشة البليطون من الترميديات اذ garder Dancer Devency طب يا دكتور البستيير ديفيشان يا حبيبي اده يا بص البوستيرو ديفيجان يا دكتور ادا موسكولور وادا إجريسكيل يعني غزة عضلات وغزة سكيل في نفس الوقت بص يا دكتور البوستيرو ديفيجان غزة باقي طرع عضلات اللي باقي كلها اللي هم من يا دكتور فاكر العضل اللي اسمها كوادري سيبسي فيمورس الكوادري سيبس العضل العضل الرباعية اللي كانت بتتكون من أربعة вер Western Vast시�회 Vastcas Vertival Vast biết فمراس vastas mediales vastas laterales vastas intermedias فاكر الاربع دول أهم قال يا دكتور النيرف اللي رايح للvastas mediales نيرف تو vastas laterales نحي تلاتر وما ليه دكتور ميندا دلا نيرف تو vastas inter medias وما ليه دكتور ميندا دلا vastas mediales طائل وما ليه دكتور النيرف الطويل أولا دلا بص النيرف الطويق أولا دا دكتور دلا ده كوتينيس نيرو ده ده اسمه صافي ناس...نيرو دكتور الس��ينيس نيرو ده أطول كوتينيس نيرو في جسمي اطول كوتينيس نيرو في جسمي هو الصافي نييرو اللي طلع من البوستيريور ديبيجان بتاع فيما هو النيرو اسمه صاف iemand تنيرو ده بص دكتور الصافي ناس نيرو ده بيمشي على الميديا الأسبق تاعة الصcke해주 اهي ماشي ناحية الميديا لهم ده الصوي وده اطول كوتينيس نيرف في جسني. بص دكتور الصفنس نيرف ده هيجي تحت هنا كده عند الباتيلة ما هيقالي الفيمر ايه المفهول هنا الباتيلة اللي بتتحط هنا وبدي نيرف اسمه ايه اسمه انفرا باتيلر بيرانش صح وبيروح مدي نيرفين كمان كوتينيس واحد اسمه ميديال كوتينيس هادي يا دكتور الفيمران نيرف تاني واحدة واحدة باك انا اتكلم الاول دكتور الفيمران نيرف والله الاول بطلع منه وفي الانتيريوري ماي وفي الاتنين والتناتها واربعة بعد كده دكتور بيطلع بيمشي لاترال العضر الاسمها بعد كده روح داخل في الجروف اللي ما بين شوة ميجور وبان الياقس دخل في الجروف اللي ما بين شوة ميجور وما بين الياقص ملسوس ما اي لاقص cover using大家都 بعد كدا ميشي ليب للانجو لايجين متى عجن يخش الفيمرال تراانجل دخل الفيمرال تراانجل وهو وهو لترال لشيس وبالتالي لترال للارتري ولترال للين دخل عهو اه جوه يا دكتور الفيمرال تراانجل قابل فوشه اللتَرال مسيta رح مقصوم الاتنين جزء عَدى ورا الارتري سميتهственно ال 서ير jets وجزء عدى قدام الارتري سميته انتيرول deaths بعد كده دكتور الانتيرو ديفيجون ده غزة مصلز مخلز سكن والله يا دكتور الانتيرو ديفيجون غزة ايه غزة العنوة ليسماها سرطورياس واحمد جبيرانشين كوتينيس واحد اسمه ميديا وستيرو اساية ميديا الاسبغي أيها اسمه و BE smoke feed هي غزى ما انتيرو ايه ثانياها د Украї هيغزى الجزء اللي في النصي من � referred to Russia طب يا دكتور بوستيرو اللي كانت راحة تمسك في البتلة من فوق الفاستس انترميدياس النيرف بتاع الفاستس انترميدياس هيروح ما طلع بناتش تغير كده اهو يروح يغزل مين؟ يروح يغزل عضلة اللي اسمها ارتكيولاريز جيني مصل ارتكيولاريز جيني مصل يبقى النيرف لها مين؟ ده ارتكيولاريز جيني مصل نيرف تو هيغنزيها طيب بعد كنه دكتور اهli حصن واله يا دكتور الفيمرا نيرف زي ما بيغزي مصرز وسكن، بيغزي مفاصل بيغزي جوينتات دها دكتور معد الفيغازي ده معده على! مفاصل معقول ما يدهاش لازم يديها فبص من دك ده يا دكتور النيرف اللي رايح لل ريب defined النيرف يا دكتور اللي رايح لل نيرف يا دكتور اللي رايح لل راية الفيمرز يروح طالع منه برانشة هو عشان يغزي مين؟ الهيب جوين طالع من مين طالع من النرف اللي راح للركض chuck kommunis ويا دكتور النرف أو الثلاث نرفات بطور الثلاثة vastus vastus medialis وال vastus intermediaz وال vastus lat relies الثلاثة دول ههم حيروح يغز görs me 뭐 en Israel يبص يا دكتور الثلاثة دول نوم هايغذو IRN نفس أدي اللقنة قادي يا دكتور المفاصل اللي غزهاри الفيمورال نيرف النيرف الي رايح للريقس فيمورس مصر طلع بلانش عشان يغذر الإيب جوين والتلاتة فاصل مديالز والاترياليز وانترميدياس كل واحد فيهم طلع بلانش عشان يغذو IRN قادي يا دكتور الفيمورال نيرف قدام حضرتك أنا كده خلصت يا دكتور الفيمورال نيرف فتضللي لما يتعور لو نكدر الله يضبطوا للنف دا تعور الاول دقول النيف دا ممكن يتعور ازاي النف سيفيم القومين يبد�� ايه يعني ضربة طلقة يعني طلقة جرح معمول لنفيجة طلقة يبقى ايه مستاب وند او جن شوت او فراكشور بيلفيس واحد عنده دكتور واحد عمل حدسة خدت روما زي روت ترافيك اكسل انت مثلا واحد خدت روما راح تكسر البيلفيس البيلفيس ده تكسر مصين كده راح لما تكسر مصين العظم تحرق من مكانه فراح قاطع الفيموران نيرف فقادر حاجاته تتسبب الفيموران نيرف انجلي طيب دكتور لو الفيموران نيرف اططفقطع الى يحصلوا ليش يبني او الفيموران نيرف اططع يبقى كل الى عضلات اللى بيغذيها الفيموران نيرف اططفط هون الفيموران هون هي بيغذي بيغذي الانتيريو كومبارaduraنتlette بتاعصاي كله الفاكر العضلات دى幹嘛 تفاكر كان بتعمله انا فاكر عضلات دى كانت بتعمل اكس تينشن في النجوين كان بتفرد النيجوين فيا دكتور لو العضلات دي ضربت انا فقدت الاكستنشن بالنيجوين مش هعرف اعمل اكستنشن في النيجوين مش هعرف اعمل اكستنشن في النيجوين لابن العضوات اللي كان بتعمل الاكستنشن اضربت طيب قمّال يا دكتور السنسولي الوص يعني هبقد الاحساس في ايه يا دكتور مش الفيمور النيذ كان بيين تكوتينياج senusculares مش كان بيغزي عضلات ايه قل انا diploma العضلات الدرابت خلاص وعرفناك ايه لا احصلnen جاو ايه الاتحالت اقدر ربعك او الاتحالت من الامر طب عالج وتعالج ميديا تسايل والميديا تسايل بتاعت الليجو بتاعت الفوت. ادي كده يا جماعة الافكت اوف الانجري لو الفيمرال نيرف اتعوّر. ده كده كل ما يخص الفيمرال مين؟ كل ما يخص الفيمرال نيرف. عغص ده كده كل ما يخص مين؟ الفيمرال فيمرال نيرف نيرف ده كده ايه؟ الفيمرال نيرف جمعا كل ما يخص الفيمرال نيرف الفيمرال نيرف كل يتذاكر من الرسمة ده. لو حضرتك تفهمت الرسمة تلك دون كويس خلاص يبقي انا تفهمتي دهايز الفيمرال نيرف. احمايه، الحاجات الدد EVERYB فيsi والنيرف فاضل baby فاضل ايه احضر لأ اخطه رسمة اذاكر منها الفيمرال نيرف كله من يترمين بتشح الكتاب. الرسمة ده مخلصة كل كلمة في الكتاب متى الفي الرسمة ده. الرسمة ده مخلصة كلمة في الكتاب مسء KO شكرا